موسيقى السلام عليكم اليوم نتحدث في هذا الفيديو حاول ثلاث مصطلحات اللي دائما يكون الخلط بينهم اليوم نحاول نوضح الفرق بين التقويم والدعم والمعالجة اذا بالنسبة للتقويم هي عملية تربوية من خلالها يتم تقدير التحصيل الدراسي للمتعلم وتشخيص صعوبات التعلم بالنسبة للدعم فهي عملية تربوية تأتي بعد التقويم هدفها هو تدارك النقص الحاصل لدى المتعلمين خلال عملية التعليم والتعلم يعني هنا في الدعم يرافق التعلم بالنسبة المعالجة فهي رصد ومعالجة اخطاء المتعلمين لتجاوز صعوبات التي تعترضهم اثناء التعلم ومن خلال المعالجة يتم معالجة يعني بعدية والمعالجة الأنية يعني بعد الحصة والمعالجة الأنية تتم بعد الحصة اذا المعالجة هي تتم أثناء التعلم وعيد بالنسبة للتقويم فهي عملية تربوية من خلالها يتم تقدير التحصيل الدراسي للمتعلم وتشخيص صعوبات التعلم اذا تتم قبل وأثناء وبعد يعني التعلم من سبيل الدعم قلنا هو عملية تربوية تأتي بعد التقويم هدفها هو تدارك النقص الحاصل لدى المتعلمين خلال عملية تعليم التعلم هذا الدعم فهو يرافق التعلم بينما المعالجة هي رصد ومعالجة أخطاء المتعلمين لتجاوز صعوبات التي تعترض التعلم تعترضهم أثناء التعلم وتنقسم إلى قسمين معالجة آآنية يعني أثناء الحصة ومعالجة بعدية بعد الحصة